بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي المشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس النهاردة حلقة خاصة جدا لتقطية ومتابعة أخبار بعثة النادي الأهلي في الكاميرون زي ما حضراتكم عارفين وزي ما قلتوا أو زي ما شفتم بارح من خلال قناة نادي الأهلي النهاردة كان الصفر إلى الكاميرون من جنوب إفريقيا وإن شاء الله المباراة يوم الجمعة الساعة ستة بتوقيت القاهرة مباراة الأهلي والأطن الكاميروني المباراة اللي حتقام في مدينة جرول الكاميرونية ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات أكيد الساعات اللي حتفصلنا عن هذه المباراة لن نفعل شيء إلا شيء واحد فقط وهو الدعم والمؤذرة لهذا الفريق الدعم والمؤذرة للنادي الأهلي سواء لاعبين أو جهاز فني لن نفعل شيء إلا دعمهم وتحفزهم ومسندتهم إن شاء الله للفوز في مباراة يوم الجمعة القادمة هتقول لي عم إسلام دي مباراة سهلة ده القطن الكاميروني ده يعني اتغلب من كل الفرق جوه وبرا فالمباراة سهلة أولا مثل هذه المباراة أنا بتكلم من ناحية الفنية يعني مثل هذه المباريات بتكون صعبة جدا 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 على الجانب الأقوى مهما كان أو الجانب الأقوى فنيا يعني اللي هو هنا النادي الأهلي نادي الأهلي أقوى فنيا بكتير من القطن الكاميروني ولكن لما حضرتك تلعب مع حد بيلعب بشكل أقل منك كتير فنيا بتبقى الأمور صعبة بتبقى الأمور فيها كلام كتير جدا 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 خصوصا لما تكون هذه المواجهة هترجع لك جزء ولو بسيط جزء ولو بسيط من كرمتك من هبتك في القرى الإفريقية لأنه طبعا هبت الأهلي محفوظة وكرمت النادي الأهلي محفوظة ولكن أنا بتكلم هنا عن اللاعبين اللي لعبوا وتغلبوا في مباراة صعبة جدا جدا ونتيجة كبيرة جدا في مباراة سان داونز فبالتالي الكل ينتظر هذه المباراة إيه اللي هتأملوه كلعابين زعلانين منكم خلال الفترة اللي فاتت جمهور النادي الأهلي زعلان منكم خلال الفترة اللي فاتت ولكن ويمكن أنا قلت ده مبارح إن المسندة واجبة والمسندة أصبحت موجودة والدعم كبير جدا جدا من جمهور الاهلي لحضراتكم لكل اللاعبين والجهاز الفني بنقول لكم احنا في ظهركوا احنا هنفضل وقفين معاكم لن محدش هيغرق المركب وهي في وسط البحر كلام ده أنا بقالي اسبوع بقوله محدش هيغرق المركب وهي في وسط البحر ومحدش هيقدر يغرق المركب بالمناسبة وسط البحر اخر البحر اول البحر محدش هيقدر يغرق مركب النادي الاهلي لانه عندنا سبعين تمانين مليون اهلاوي يشيلوا المركب دي على كتافه ويشيلوا اسم النادي الاهلي على كتافه واحنا ليه دايما لما بنيجي نتكلم بنتكلم بفخر وبثقة كبيرة جدا لان حضرتك لمجرد ان انت بتنتمي للنادي الاهلي وده كلام للعبين بالمناسبة يعني لمجرد ان انت بتنتمي للنادي الاهلي انت في سبعين تمانين مليون واحد بيحبوك للفل الله كده هو ده النادي الاهلي هو ليه النادي الاهلي الرعاب يجروا على النادي الاهلي الرعاب يجروا على النادي الاهلي بسبب الجماهلية الكبيرة جدا للنادي الاهلي في كل مكان في العالم او في افريقيا والشرق الاوسط وبعد كده العالم فاللي بقوله لحضراتكو انه حيظل دائما النادي الاهلي وحيظل تاريخ النادي الاهلي فيش حاجة هتحصل محدش هيقدر يهز النادي الاهلي والكلام برضو ده انا بقوله خلال هذا الاسبوع بالكامل لانه عمرنا ما حننسى اللي حصل وفي نفس الوقت يا جبل ما يهزك ريح عمرنا ما حننسى اللي حصل ولكن في نفس الوقت يا جبل ما يهزك ريح ريح او عاصفة قوية جدا ولكن يظل جبل النادي الاهلي شامخ وواقف وسط العواصف الكبيرة بجمهوره ومجلس ادارته ولاعبيه وجهازه الفني ومرة اخرى ومرة يمكن الكلمة دي انا بكررها الاربع تيام اللي فاتوا من يوم الحد لغاية النهاردة صدقوني اللي بقوله لحضراتكو ده يعني كلام مهم جدا اللي انه سيكون هناك عقاب للمقصر خلال الفترة اللي فاتت سواء كسب النادي الاهلي وصعد الى الدور اللي بعد كده او لقدر الله خسر النادي الاهلي ولم يصعد للدور اللي بعد كده الموضوع ده لن ننسى ما حدث لا جمهور ولا قدارة ولا جهاز فني ولا لعبية عمرنا ما حننسى لان اللي حصل ايه لما تفضل يعني لما حد يأمل فيك حاجة مش كويسة وعمرك ما حصلت عمرا ما حصلت معاك في تاريخك الا قليل جدا بتفضل موجودة ولكن بعدها بتبني لما هو قادم بعدها بتبني لما هو أفضل بعدها بتبني لما هو قادم من بطولات كثيرة ومواجهات صعبة تخلينا نقدر نكسب كل اللي جاي فاللي بقول لحضراتكم أنا هنا ومن خلال برنامج البيت الكبير أنا بقى طالب الجميع بقى طالب الجميع كل الناس اللي هي محبين النادي الأهلي في كل مكان أنا بطالب حضراتكم بالهدوء من النهاردة اليوم الجمعة من النهاردة اليوم الجمعة عايزين مسندة ودعم زي اللي بيحصل من مبارح أنا وجدت هناك بعض الامتقادات وده طبيعي ولكن شاء الله خلال الفترة اللي جاية هتلاقي الأمر مختلف تماما لأن الفريق أمام تحدي قوي جدا جدا في هذه البطولة اللعبين حسين بالمسئولية الملقاة على عاتقهم والبعثة أنا آسف اللعبين حسين باللي بيحصل وشايفين أنه يوم الجمعة سيكون حاجة بسيطة جدا جدا بيقدموها لجمهور النادي الأهلي أتمنى أتمنى أن ده يحصل على الملعب ما يبقاش بالكلام فقط وخلاص شكرا للمتابة أمام العاشة شكرا